لا صوت يعلو فوق صوت الاهلي مع ساندونز والوداد مع الزمالك من الحاجات السخيفة جدا اللي عملها الكاف انه عمل المباراتين في نفس التوقيت الساعة تسعة مساء فطبيعي الاهلوية حيروحوا للاهلي والزمالكوية حيروحوا للزمالك يعني موقف صعب جدا يعني ما فيش امل طبعا في تعديل اي موعد وزي ما قلت لكم في المقدمة انه نادي الوداد نجح في الحصول على موافقة الكاف لدخول الجماهير بحاول اني اجيب احد الزملاء الاعلامين من المغرب يوضح لنا القصة شكلها ايه وعملة ازاي بعد ان رفعت المغرب الحظر على دخول الجماهير بسبب الكورونا الزمالك الحقيقة في موقف صعب ممكن يسهله ازاي تسهل ان نكسب ازاي اكسب ان نلعب كويس ازاي لعب كويس انت هتشغلنا عروستي بقى ما تقول لنا القصة شكلها ايه ان اختار تشكيل صح وان اختار طريقة صح وان نوظف الافراد بشكل صحيح لو سألت اي واحد ماشي في الشارع تشكيلة الزمالك هيقول لك ابو جبل حمزة المسلوسي الوينش محمود علاء او عبدالغاني فتوح ممكن فكرة ان عبدالغاني يلعب في وسط الملعب مدافع نظرة للغياب طريق حمد موجودة اوكي وطبعا امام عشور اشرب بن شرقي ممكن اوناج زيزو الجزير او اوباما زيزو الجزير تخرجش عن كده دي التشكيلة المثالية لنادي الزمالك في مواجهة فريق محترم جدا هو نادي الوداد يعاني بعد ما كان فارغ 8 نقاط خسر مباراتين ورا بعض في الدولة المغربية حصلت حالة هزة خلي بالك الوداد خسر اتنين من اهم لعبية ايوب الكعبي ووليد الكارتي اتنين من اهم لعبته ايوب الكعبي الى تركيا ووليد الكارتي الى بيراميز لكن الحقيقة الاخوة الاعزاء في المغرب عندهم حاجة لطيفة جدا ولزيزة جدا بيعرف يجيب لعب افريقي ما تكونش عارفه يبقى نجم موجود هناك وعندهم المدرسة بتاعت النشقيين يبدو انها بتطلع لعبة كويسة يعني الماكنة هناك بتطلع وماش جايد طول الوقت لكن انت تخيل مثلا ازا مالك مثلا بيفقد طريق حامد وبن شاري طبعا تخض يعني نفس الامر بالنسبة للوداد او الالي مثلا بيفقد افشا وعمر السلية تخض لكن هما الحقيقة هناك يعني الرجاء مثلا المغربي كان لابا كوجة فقدوه لقيت واحد تاني كان سوفيان رحيمي فقدوه لقيت واحد تالت وهكذا الرجاء تعب الاهلي جدا في السوبر والاهلي تعادل في الوقت الضائع وفاز براكلات الترجيح رغم الغيابات احنا الحد الولايات بنقول الاهلي بينقصوا ابو تريكا ووائل جمعة ومحمد بركة ده بجد مش بهزار فيه ناس الحد الولايات قول كده اصله او يقولك اصله دولة تازروا من زمن خلاص يعني والحد دلوقتي تظل المقارنات والرجل بيطلع مسلمان يقولك يا جماعة خلاص جيل خلص انا عندي جيل دلوقتي وهذا الجيل بيصنع لي دلوقتي انتصارات وبطولات فخليكوا ورا الجيل ده كل وقت وليه ادان عندنا اجيال في حرص المرمى اجيال في المدافعين اجيال في لعبة الوسط في المهاجمين وهكذا طول الوقت عندنا اجيال 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 بتسلم بعض يعني فالمباراة لما انا حاجي اقارن فرقة الزمالك بفرقة الوداد انا اقولك كافة الزمالك ارجح ارجح في عامل كمان بيرجح كافة الزمالك من وجهة نظر يعني من وجهة نظر الشخصية انه كارترون على دراية كافية بالبطولات الافريقية ما بين تدريبه لمازنبي ما بين تدريبه للاهل وصعوده لمباراة النهائية ما بين تدريبه اه للزمالك ما بين اه تدريبه للرجاء وحصله على كاس السوبر فعنده خبرة وايضا عنده خبرة بيئة الكرة المغربية بشكل كبير بدليل انه حصد بطولة مع الرجاء المغربي